فهذا الشاول اللي اتغيرت حياته عم بحاور اليونانيين حتى لما كان في اثينا طبعا في قوم استهزأوا لما ابتدى يتكلم عن القيامة خلي بالك اليونانيين ما عندهم الشغل إلا يشوفوا نظريات جديدة وفلسفات جديدة يعني مثل ايامنا اليوم فطبعا بالنسبة لليهود عثرة ملعون كل من علق على خشبة بالنسبة لشاول مستحيل لكن ظهر لشاول واتغيرت حياته وهذه الطريقة حكمة الله اللي بقول عنها سأبيد حكمة الحكماء اما بالنسبة لليونانيين جهال بالنسبة لهم الالهة مش فاضي اصلا للبشر وليت انه اله ينزل ويفضي حياته من أجل البشر الالهة سواء اله الالهة زوس أو زيوس رئيس الالهة وسواء اخوته مثل بوسايدون أو هيديس أو زوجاته أو الأولاد الـ 12 الهة اللي موجدين على جبل أوليمبوس الأولمبياد مش فاضيين سوب أوبرا قصص حب وغرام وبيتقمصوا شخصيات البشر ويناموا مع ستات وبيخلفوا ديميغادز وكل هاي الحاجة جهالي بالنسبة لهم كيف انه صليب اله يموت على صليب هذا جهل فبقول نكرز لليهود عثرة ولليونانيين جهالة فصليب المسيح أعلن عن محبة الله عن قودرة الله وعن حكمة الله وفي نفس الوقت الصليب فضح عمل الشيطان فالصليب يولد فينا قصة حب وغرام ومن ناحية أخرى كراهية وعداء وانتقام على الخلطية وعلى الشر وعلى الفساد المحتاجة طبيعتنا القديمة تتغير بعمل يسوع المسيح له كل المجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر